موسيقى السلام عليكم أهلين فيكم في فيديو جديد أو تسيربات جديدة في شيء موضعين كنت محتار شقدم أقدم خبر الكويس و للخبر مو بالكويس طبعاً مجمعها محينا نهاية مارتش فأبرول شوي خصوصاً في الأجانب عندهم حركة كذبة أبرول فبيطلعون مواضيع ما بحقيية بني طلع لك كذبة أبرول مثلاً لازم أدقق في أبرول حق المواقع اللي يعني صادقة بقوة مثل 9-5 ماك في كذا موقع أبرل إنسايدر برضو كويس ففي كذا موقع تحسن يجيبك المواضيع خلاص حقيقي بعض المواقع يجبنك العيد يعني يحطونك بني طلع لكلبة أبرول فعندنا موضوعين نحن قبل ما يخلص مارتش مدريش أبدال لكم خلنا نبدال لكم بالشي الكويس لأن الكويس تقريباً رح يفهم الشيء السيء أزيد كبداية آيفون 9 آيفون اس اي 2 آيفون بس بسمونا ما دي يستمي أبل لكن ذو الجهاز طلعت السيروبات حين قوية أن شركة بيست باي هنا في أمريكا بيست باي اللي ما يعرفها تقدر تقول كانها أكسرا في السعودية أو جرير أو يعني محل كبير منتشر حول أمريكا يبيع جهزة جميع الجهزة موجودين هناك كل شيء تبيه موجود هناك فطلعت السيروبات أن بعض الموظفين ما دري مدرنا مصور مهم نماسك كيس لحق الآيفون 8 يشويها الآيفون 8 الكيس ومصوره ومكتوب تحت إنه مكتوب عليه آيفون 4.7 2020 فيه جهاز آيفون 4.7 2020 كيس حق أو الأغلفة حق قد توصل بيست باي فبست باي جهاز جهز بتبيع دي الجهاز فابل الإشعار القوية أن الأسبوع هذا وبالكثير السبوع الجاي رح ينزل آيفون 9 جديد أو آيفون SE 2 فأتوقع هذا الخبر رح يأكد لنا إنه في آيفون جديد رح ينزل ولي هو آيفون 9 آيفون 8 مجدد مثلا ما رح أقول لكم شي اللي بينزل فيه شي المواصبات لأنه نتكلم فيه مواضيع كثير في القناة ترجعون وتشوفون متسابات كلها أوكي خلصنا من آيفون 8 شي حلو أو آيفون 9 نجي لكم آيفون السيء أو آيفون السيء الخبر السيء عن الآيفون 2020 الآيفون اللي ننتظر الآيفون لذي الشكل كبداية أنا أقول لكم الأخبار من السن الراحة أو السن القبلها وأحب الأخبار أبو لكن تعلمت شي واحد إن الأخبار اللي أسمعها تعجبني وكي بس ما دخلها في بالي وأتمنىها سجدنا تكون في الآيفون الجديد ليش؟ لأن هي تسريبات هي ناس يسربون أبوال عندها أشياء كثيرة ففي النهاية أنت توقع أشياء قوية من التسريبات في النهاية يطلع لك شي محبط فالتسريبات ما بلازم تكون حقيقة لكن يوم جالي البادي هذا لحق الآيفون ومسكته ما ما دري ليش أبي أبي آيفون كذا شكله أبي آيفون يعني ما أقول لكم أبي آيفون 5 مركب علي آيفون 11 مثلا هذا الشكل هذا البادي اللي باقي بس شاشة حط فيه والموتربورد وكلش طبعا هو جاهز لحق الموتربورد الغديم أنا أفتحه ما أفتح الجهاز الغديم اللي شاهدوا سناب شات شاهدوا القطع مركب يعني البادي نفس البادي الغديم لكن بحواف مستوي هذا ذا نفس الغديم كان هنا مغوّس نصار واقف فأقدر أوقفه مثلا حتى نفس الليفون 5 أما داخل البلوت ومكان الرام ومكان الميموري غاستيا والموتربورد نفس الشكل الغديم فالشكل تتكلمنا عن مصابات الليفون 12 راح يكون فيه ليدار والأشياء دي كلها خلاص لنفس الآيفاد بروه اللي نزل 2020 الكيميار راح يعددونها وكل شيء تكلمنا عنهم زمان وفيه تسيروات كهيرة لكن الحين الخبر يقول لك أن الورست كيس سيناريو اللي راح يكون حق قبل أن يمكن تأجل الآيفون مش بس لنهاية السنة يمكن حق السنة الجاية يعني نفس الآيفاد ترى الآيفاد اللي نزل 2020 طلعت الأخبار أن أبل أصلا جاهز أن تنزله في أكتوبر لكن صارت مشاكل عندها ولو شيء تكلم أخرت مارش سنة هذه طلعت أخبار بداية أن أبل راح تأخر الآيفون راح تنزله في أكتوبر أو نوفمبر وتصوت لكم تسهيل بحقه لكن طلعت خبر حين جديد يعني لو تشوفون الخبر هذا حتى البوست لحق تيم كوك شكل حلو يعني جاي على الخبر على طول أن أبل أسوأ أحتمال راح تسوي أنه راح تأخر الآيفون إيلين 2021 بداية 2021 سنة جاية نتمنى ما يصير ذي الخبر كبداية الـ 5G عندهم أمل أن هنا في أمريكا راح تنتشر الـ 5G توصل خاص نهاية السنة هذي ولا السنة الجاي راح تنتشر الـ 5G أكثر من أحين لكن ما في عمال ما في ناس يطلعون برا هنا في الشوارع مثلا يعدون الأبراج وكل شيء من كورونا ففي مشاكل كثيرة أبل متواهقة من هذه الأشياء ما في تطوير 5G ما في موظفين عن دبل كثار حين حين يطورون قطعة العمل في المبنى حقها فالعمل حين كله عن بعد فا أبل لو بتنزل شيء وبتطلع خبر مثلا الموظفين جايسين يشتغون في البيت فالتسريبات راح تزيد ما في خصوصية ما في أمان أبل طلعت ساس من نتالي تمتح موظفين إنه تؤمن في موظفينها حين إنه ما راح تطلعون تسريباته فأشياء كثيرة حين مسببة العمل عن بعد حلو أوكي لكن العمل عن بعد فيه أشياء فأنت ما راح تقدر تمسكها من الموظف فأبل ما راح تتسوي هل تتأخر كل شيء ما راح تتكلم عن شيء حتى مع الموظفين مثلا لحق التطوير عشان خايفين يتسربون معلومات إلا إنه تسربت معلومات راح يقل مبيعات ليفون 11 مثلا الى 6 شهر قبل تتضرر زي كذا قبل ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات تقريبا يوم طلعت تسريبات لحق ما راح تتسريبات لحق يعني إذا يعيد أو يسوي شيء راجع لحق الشركة خلي الناس ما يشترون ينتظرون الجهاز الجديد ففي حركة سواها ستيف جوبس أذكره على الآيفون تقريبا 3GS أو 4 طبعا الكل يعرف اللي يعرف الآيفون 4 طلعت للمشاكل إنه شخص موظف مثلا سكران كان عند آبر وطلع بره ورمى الجهاز أو ناس الجهاز وطلعت تسريبات وخلوه يولد الحركة لكن ستيف جوبس قبل ما ينزل الآيفون بسبوع تقريبا كان في مغابلة هنا تكلموا وقلوا له هل في آيفون جديد؟ قالوا لي الآن ما فكرنا إلى الآن ما بعد يعني نفكر فيه أو يعني نغرر أن في آيفون أو ما في آيفون بعدها بسبوع أو أقل من أسبوع طلع في المؤتمر طلع آيفون هل هي تعتبر كذبة؟ ما يعتبر كذبة وتفكر فيها لأنه الشخص لو قال لها وقال إيه في آيفون رح يضرر الأسبوع هذي للأشخاص ما بدن بالأشخاص ولا بدن بالشركة شركة تقول لك أوكي أنت شريت اليوم جوال بكرة بنزل جوال جديد أنت شريت أخر جوال في وقت شرائك له فما بمن حقنا أن نقول لك ترى فيه جوال هل تشتري جوال هذا وهو جوالنا فشي طبيعي كذا لكن الأخبار تقول لك حين أن الآيفون نرجع لها الأخبار أنه ما رح يكون في أكتوبر رح يتأخر يكون مثلا بداية جنواري أو فيبيواري أو مارس سن الجاية السبب ما بس في الصين الصين يمكن برضو يتأخر كثير فرح يدعمه على كلم الشركة أنه رح يكون لدعم بالآيفون ناين آيفون ناين خلي يمشي مبيعاتها في الصين يمشي مبيعاتها في دول العالم يعني مثل ما تقول نقنقة فهمتوا شلون لحق السنوات دي الجاي أو السنة دي إليه أن ينزل الآيفون فتنزل الجهاز شوي تنتعش فيه شوي معنا ما رح تنتعش لكن عشان الآيفون رح يتأخر أبل في أشياء كثيرة مسبحين الشيء جديد برح يضعون فيه 5G لكن المشاكل اللي صارت يكون فيه عذر لما يضعون 5G مثلا يعني عندها شيء تقدر تأخره عشان تنزل 5G متأخر متأخر الجهاز يعني السن جاي مثلا لأن قلت لكم مشاكل 5G بعد اللي صارت عند أبل والمشاكل اللي صايرة بينها وبين TSMC الشركة اللي تصنع حق المعالجات لها المعالجات اللي بيكون فيه A14 5 نانيميتر فالأخبار كلها مضار بحس الشركة قبل المتواقع ننزل حين معالج 5 نانوميتر لكن ما يكون فيه 5G أو نتأخر وننزل السن جاي بس بتغيل مبيعاتني ويطيح الشركة أكثر مما هي طائحة حين طيب حتى لو بننزل بدون 5G برضو بطيح لكن شوي فيه ارتفاع تحس انه فيه أسئلة كثيرة ما راح تلقى لها حل تحس انك لازم تخش داخل الشركة وتعرفش الأشياء اللي الشركة راح قاعد تفكر فيها حين انت لحطه في بالك توقع عندك في مكان الشركة حين ما راح تسوي؟ هل تنزل الجهاز بدون 5G؟ أو تنتظر وتتأخر؟ طيب في الصين كيف؟ الصين طائحة بقوة في الصين حين نحطت 5G هل ينزل عندها في الصين 5G حين ولا ما راح ينزل؟ أو تخلي بس الصين للأيفون 9 يكمل في الصين لحق نهاية السنة ففي أسئلة كثيرة هل الشركة راح تنزلها وتزيد المبيعات أو تضغط على نفسها وترفع سعر الجهاز هل الجهاز راح يرتفع سعره بسبب الكورونا والأشياء ذي كلها التطوير اللي حين صار صعب يعني فيه براءة اختراع فيه جلسين الشركات يطورون وهالأشياء ذي كلها تزيد العبء على الشركة فهل راح ترفع السعر الجهاز هل راح تتضرر الشركة لما تتضرر؟ يعني أوكي جميع الشركات راح يتضررون من كورونا الشركات الصغيرة يمكن تتضرر مية في المية راح تتضرر هل راح تجلس الحال هكذا تجلس ثابتة ولا راح تفلس؟ الشركات الكبيرة لنفس أبل هل أمريكا راح تدعم أبل ولا أبل راح تدعم أمريكا علشان يروحوا من كارونا هذا الخبر كله فأنا عارف ان شويت لكم شوائب لكنهو خبر وأنا أعطيكم كل اللي في بالي وانتوا تتصلاة عندكم ماذا تتوقعون؟ قلت لكم الخبر ان راح يتأخر لنهاية السنة لكن خبر ثاني ان حتى في الصين يمكن راح يتأخر يلين عشرين وواحد وعشرين موش نهاية السنة الجاي نفس لايبات برو وبرضو الخبر الثالث اللي هو ما يعتبر خبر ثالث لكن كلها إشاعات أتوقع أن أبل تقدر تطلع دالإشاعات والتسريبات علشان شوية ترفع سهمها وتخلي الناس تسرب لأن التسريب ذال الحق ليفون نزل بداية اليوم بعدها بساعتين أو ثلاث ساعات تنزل تسريب ثاني أو خبر ثاني تقول لك لا أبل الصنة هذه جاهزة راح تنزل التيفي أو أبل تيفي الجيل الخامس لأننا نحن لدينا 4G نحن نزل 4G نحن نزل 5G نحن نزل في هذه السنة في 2020 نحن نزل هذا الأبل تيفي نحن نزل 6G نحن نزل iMac نحن نزل هومبود 2G أنا أخي نحن 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 لذي سنتين سنتين تقريباً وما حدثوا السنة التي راحت يومها فيه كورونا يومها جات فيه كورونا حين ما عرمون يصنعون قالوا هل ينحن أنها طيب ، أخذت لك ما تنعشون الحديثة لاتصادكم أخذوا السنة الجاية عن الأغل شاء الأخبار والتسريبات التي لمها جات العليا حين يعني أشعر أن الخبر هو من الشركة أبل ولكن تريد أن ترفعها لا أدري لكن يقول لك هومبودة هومبود فيه آيفون SE2 في آيفون 12 و 12 برو كلهم من السنة هذي في ماكبوك برو في ايباد ايد جنريشن يعني جميع الجزائر ما باقي فتخيلوا هذه السنوات كيف تفعلها عندها ناس ساكنين في المريخ ويصنعون لها برعان كورونا والموزعين والموزعين منها يجبونهم كيف يجبون القطاع ذا كلها يعني حسنا في اخبار ما تركب ما تركب بس هذي كلها تسريبات او انتو تحبون وتابوني اقول لكم تسريبات في بعض التسريبات احسنا ان ما تجي في بالي ولا يمكن الدخلها اقدر اقول لكم وجهة نظر مني بدأت لماذا اسويه كذا لها ما اقول لكم وجهة نظري و انتو تساءلون من نفسكم انتو رجلت و تساءل لازم تحط نفسك لا تخلي وجهة نظرك في جهة واحدة مثل ما اقول وجهة نظرك هلا وايد انقل ففكر بد سميم ان انك ماالك الشركة يجب أن تفكر المصائب كلها تفكر كيف تفعل التصريب في الشركة هل تطلع التصريبات حقيقية مثلاً؟ هل أنت تطلع التصريبات من الجهة ثانية وتقول لا لا سيتأخر وفي أجهزة جديدة وفي أجهزة غير الأجهزة التي ننتظرها لا توقعنا أن تنزل جديدة لماذا ينزلون هذه السنة؟ فإن أنت متوهج أتوقع أن تنزل أجهزة لكن قد لا تقدر غليلة لا تنزل أجهزة كثيرة لا تنزل أجهزة كلها في 2020 وكأنه لا يوجد كورونا في العالم أو في عالم أفضل ما بعد تقشي الكورونا فكتبوني تحت في التعليقات وإذا لديكم سؤال أو شيء أو تحبون أن نكمل وضيفوني في سناب شات هناك مواضيع أبدأ أم استكلمت عن المواضيع واليوم أتكلم عن المواضيع فحبا حبا تقربون عندي في سناب شات وتشوفوني الواضع عندي هنا وكل شيء كيف أتطلعت استرابات أحيانا معاكم وحيانا نتكلم عن خبر وحيانا ننزل برنامج مثلا مجاني ومجاني أشرح لكم برنامج هناك يعني بين يوم ويوم أشرح لكم برنامج وأعطي مواضيع أحيانا في بالي مثلا تغنية ما تغنية أتكلم عنها مثلا دردش تغنية أو شيء سويها هناك في سناب شات تضيفوني أتشرف إضافاتكم ومتابعتكم هناك بس في نهاية الفيديو تدسوني اشتراك في الغناء ونشر المقطع وعمل لك المقطع وتحليقاتكم متحدة تهمني ولا تنسوني فضل دعاكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر